الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوطة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي اتمنى مانته وليتق الله ربا ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم طلب والله بما تعملون عليم إلا إلا في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخوا يحاسبكم بإلا فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنصر إليه من ربه والمؤمنون كل لامن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا أسرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا لا أسعلا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤمنها إن نسينا واخبرنا ربنا ولا نحمل علينا إصلاك ما حمده وعلى الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طابد لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله لا إله إلا هو الحي القيوم أزل عليك الكتاب بالحق وصدقه لما بين يديه وأنسل التوراة وإنجيل من قبل أدى للناس وأنسل الفرطان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقاء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في روحان كيف يشاء لا إله إلا هو العسيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكات هن أم الكتاب وأخروا تشابيات فأما الذين في قلوبهم سير فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه ابتقاء الفتنة وابتقاء تاويره وما يعلم تاويله إلا الله والراسلون في العلم يقولون آمننا به كل من عيات ربنا وما يذكر إلا أرل الباب ربنا لا تسق قلوبنا بعد إن هتيتنا وهتنا من لذنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جانع الناس اليوم لا عيد فيه إن الله لا يخلف المعاد إن الذين كفروا لن تغني عنه أروابهم ولا أولادهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك وقودوا كذب بآل فرعون والمثين من قبلهم كذبوا بآياتنا حاخرة الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتعشرون إلى جهنم وبيسا قد كان لكم آية في فئتين تقتل فئة تقاتل في سبيل الله وأخلا كافرة ترونهم مثلهم رأي العليم والله يميد بنصره من يشاء إن في ذلك العبارة من أول لبصران زين من ناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناقير المقنطرة والقناقير المقنطرة من الثام والفضة والخيل المسومة والنعام والحف فذلك متاع حياة الدنيا والله عنده حسن المآب اشتركوا في القناة